ضمن عملية الساحل الغربي لليمن سيطر الجيش الوطني مسنودا بقوات التحالف العربي على منفذ الطوال الحدودي والذي يعد من أهم المنافذ التي تربط اليمن بالمملكة العربية السعودية بالتزامن مع بدء هجوم عنيف على نقيل بن غيلان شرق صنعا الذي أصبح تحت نيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد مكثف من طيران التحالف العربي الحوثي بينهيار تام وتم سيطرات على عدة مواقع من محافظة تعز وانهيارات لهم في داخل صنعا يقابل هذه الانتصارات انشقاقات واسعة في صفوف الحوثيين وترك مواقعهم مع إعلان معظم قبائل طوق العاصمة تأييدها للشرعية حيث غادرت الماليشيا معسكر أم شداد آخر معقل لهم شمال الجوف والمؤدي إلى صعده معقل المتمردين الذين تسعى الحكومة اليمنية لإعلانهم جماعة إرهابية وفي البيضاء قتل ضابط كبير وسبعة من مرافقيه في كمين للمقاومة وتدمير منصة صواريخ بغارات لمقاتلات التحالف العربي التي استهدفت اجتماعا للميليشيا بين مأرب والجوف قتل فيها عشرون من قيادات الحوثيين بالإضافة إلى غارات في نهم وخولان بصنعاء والوازعية وصالة والمخاء غرب تعز انتهى مشروع الحوثيين هذا أكيد في جميع القمهورية ميدانيا في تعز قتل اثنان وعشرون من الحوثيين واستشهد اثنان من أفراد المقاومة وصيب ستة آخرون في مواجهات جبل حبشي والأقروض جنوب المدينة مع استمرار الاشتباكات العنيفة في ثعبات والجحملية شرق المدينة فيما رصدت إدارة مستشفى الثورة أكثر من ثلاثين اعتداءا سقط على إثرها عدد من الطاقم الطبي تستمر ماليشيا الحوثي والمخلوع صالح بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وذلك بقصف المدنيين والأحياء السكنية بالإضافة إلى استهداف المرافق الصحية وفي مقدمتها مستشفى الثورة قناة الشارقة محمد طاهر تعز ترجمة نانسي قنقر